وانا كنت خايفة خوفي كله الوحيد ان انا اللي اكتب قصة حياتي بنفسي كنت خايف ان انا اكتب القصة بتاعت بلت وفن اللوتاب بنفسي لان دي عشان انا حتى البطل اسمه عاطف فعلي فلو طلع المسلسل وحش جدا كان الناس تكره عاطف وتكرهني وتكره المسلسل فالموضوع كان مرعب بالنسبة لي بس صقت الناس حولي والناس كلها عمر المهندس وعصام عمر ووتشت كل الناس وكل الناس الصناع المسلسل كانوا واسقين فيه الحمد لله فده اللي شجعني اديته اسم ابويا بس يعني مش اكتر مش قصد يبقى عاطف بتاعك ده ولا ده بس والناس ربطت ان اسم عاطف دايما هو حظه وحش اسم عاطف يعني تقريبا حظه وحظه فالموضوع ده كله ده مع ده مع ده ده خلاني اعمل كثير عن الموضوع ده لان انا اصلا باكتب من زمان والموضوع كنت باكتب ابتدائي واعدادي وسانوي اول ما دخلت الطب بطلت كتابه فرجعت تاني ايه بقى اول ما بسكت المدير واحد عشان بقى ايه اخرج الطاقة بتاعتي الجوال اللي انا بشوفه كده انا كنت بحب الطب مش داخل غصب عني ولا حاجة ومش شايف تعارض مع الكتاب يعني كتاب كتير جدا دخلوا الطب اه فما فيش تعارض ده بالعكس انا شايف ان اصلا الطب بيطلع موهبة الكتابة دي زي ما قلتلك انا رجعت تاني الكتابة عشان بقيت مدير واحدة صحية ومن اللي انا بشوفه فكن كنت حاسي انها بطلعت الطاقة اللي جواي كلها في الكتابة